سلام الله عليكم أجمعين إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير أنتم تشوفوا في الفيديو تا اليوم هذا التبصي اللي راه قدانكم بتاع دورما بالسردين الجيوالة أروع إن شاء الله يا ربي بركوا تجربوها وتردوا لي خبر إن شاء الله في فصل الشيتاء كما عودكم في هدوليامات راني نديلكم غالها تأطباق السخونة الحامية لأنه هذا الفصل ما يطلب يقول حاجة سخونة كحامية يعني تسخنها شوية وتحميه وسهلة واقتصادية والمكونات توحى في متناول الجميع ويعني الطابق والله ما تشبعوش منه وقدرتها للطريقة التقليدية عزمان الوالدة أمي الله يتكرها على خير والله يحفظها هي اللي كانت ديرنا هادة الطريقة كي ما راني ندير فيها أنا كي ما دبتها لكم اليوم يعني بحاذة في ريها إن شاء الله يا ربي الفيديو يعجبكم وروحوا للمقادير وتبعوا معي حتى التالية باش تكتشفوا الوصفة بسم الله شوفوا هاي الخضر اللي عندي زوج بصلات تلت حبات بطاطا زوج حبات زرودية حبات طماطيس سنينة تعثوم انا عندي ربعة سنينة هادة واش تطلب خضراء هادي شوية سردينة راني منقيتها مني قلعت لها السلك سردينة رقيقة هي اللي جي دور ما مشي الغريدة عندي غيش شوية تعمعد نوسو قصبر من قطع رقيق غيش ويمشي بزا في كما راكم تشوفوا زيت زيتون ملح عندي حموص منفخ هذا كنفكون جيلاتيغ وعندي ثلاثة ملاعق تحروزة وقدمكم بعدين نفخه في المانغسلها منيح خلية نفخ شوية قبل ما يستعامله اي تها النوعية تكون تحروزة عندك تنفع عندي هنا شوية تعكمون وعندي طماطيس مصبرة مورف كبيرة عندي شوية رسل حانوت عندي شوية فلفل حمراء وعندي الحرور او فلفل اسود عندي زيت زيتون في وسط الكيكوتا ولي القدرتاعي عندي لها تقزوج بصلات كي مهاركاك من صورين من قطعها مش لكن عندك باتي ديري بصلة وحدة ديري قطع زرودية على هاد الشكل كيما هاكا بالطول بخيط قسميها هاكا صغيرة وطماطيس تاني القشط اللي الحبة تعطوهم عطيس صغيرة 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 رقيقة كي مرة ينقشط فيها هادو ما الخطوات الاولى اللي تديريهم ندير تاني التوم من قطعها رقيقة مع هاد الخضار نديرو الطماطم المسبرة ونديرو ليزي بيس ما غادش نديروهم قاع ففلة حمرة غاد نديرها كامل ولكن راس الحانوت غاد نديرو غيل شوية ونخلو شوية للدورمة للسردين وكذلك كالحرور غاد نديرو غيل شوية والاخرى نخليه للسردين والكمون نخليه للسردين ما نديرو في وسط المرقة نديرو شوية تعملح في وسط المرقة نديروها مباشرة للنار فوق النار انا نسيت سمحولي ما تكرتش ورق الغار او الرند او ورق سيدنا موسى كل واحد كيسميه نديروهم يتقلو غيل شوية وحد التلتة دقايق ولها كمعة بعضيات هم يتشربو شوية مع ذيك لأسوس وهذاك زيت زيتون وقاع طماطس وزيت زيتون ونمرق بالماء محامي بيانسي كين مرقون مرقوب المحامي احسن من المبال اهنا زيت الماء ما كانش عندي كين نصوروا وكدش ادي بيد وحدة تليفون ما صوتش كين نزيتك العلماء موهم ندرتي وطراموس تعالماك الكيكوطة.. باش بنبعده كينما نزيتش اللو و اخيرا ضفت الحمص و قفلت عليك كوتا تاعي و خليتها الطيب و روحت باش نخدم السردين السردينة هنا يجب ان تكون رقيقة باش تدلي هاد الوصفة ما لازمش السردينة الغليضة لازم تكون رقيقة لانه رقيقة ما فيهاش الشوك و قاعلة فيها سطي فيها حاجة قليلة تحشوك شوك فيها رقيق ما يغبنش الوصفة هذه لا تستعملها بالسردينة الكبيرة تستعملها برقيقة نديروا شوية ملحة للسردينة التاعي نديروا شوية غصب روما عدنوس و نخلو غيل ذيك شوية باش نزوقوا بها من بعد نشبحوا الطبس و ندير الاسي بيس هدوك اللي بقاونا قبيلتينا و ندير زوجة فصوص تعثوم نقطعهم رقيق تاني هما ندير الكمون و ندير راس الحانوت اللي بقا و ندير الحرور اللي بقا و نبقى و نعجلو مليح غيل بيدنا و نعجلو غاية غاية هدوك السردين يعني هدو الكيفية ما تحتاش بش نديرها في الروبو ولا نديرها غيل بيدي و نعجلو مليح نعجلو مليح حتى اللي نتحصل على حتى اللي نتحصل على النتيجة اللي بغيتها نقعدو غيل بشوية بهذه الطريقة كي ما هكا حتى تبقى السردينة التعنات نعجل يمكن تقولولي الروبو احسن و الاخر الماشينة احسن شوفوا أنا وانيش بغي نقطع الفيديو هنا يانا باكم تشوفوا تالتالية كي ما هكا كنو ديرو بكري باش يعجنو باش يعجنو السردينة و ويردوها كي شغل كفتا يرحيوها غير يرحيوها غير بيديهم يمكن دروقت تقوليك بالروبو عندك خير بالخفة تقيسيها تكمليها ولكن كي ما قلت لكم فديو بي قدرتها على الطريقة التقليدية وكل شي باليد يماجينو كي ما هكا كانوا يديرو بكري باش يبطحنوا السردينة بيديهم ويردوها كيفتا موسيقى كملتها برحيتها بدون استعمال لا ألاء ولا حاجة يعني كما كانوا يديروا بكري الناس بكري شوفوا كي والت معايا كيفتها هنا في هذا الوقت نزيل الروز اللي راني خسلتها ملاح ونتنفقتها شوية في الماء حتى شوية حقل حبة تاعة تفدت ما ما طيب الشي نفقتها بزيف ولا طيب ترها ما زال خضر الروز اللي در تهدك المهرس اللي يجي في المحشي ولكن تقدروا تستعملوا أي تهان نوعية تاعة الروز تكون عندكم غير الروز المفور اللي ما يجيش ما يجيش هنا لخاطرش يشرب بزاف ما يجيش في الوصفة تاعة الدورما ندخل مليحدة كروز في السردينة دي جا سردينة راهي دروك سيمو راهي مرحية ومبعدة كينا نولو في التكوير هنا كي تكوريها ما تكوريهاش كبيرة لا خاطرش تنتفخ كي الطيب تزيد تنتفخ كي ما نقولو ندير الحبة كي ما هكا هادي كي غادي تطيب غادي تزيد تكبر غادي الحجم التحي يضاعف هاد النقطة ما تنسيهاش هنا لا خاطرش الروز غادي تطيب غادي الحبة تنتفخ اذا كنت درت الحبة كي ما هكا كبيرة وغادي تزيد تنتفخ غادي تولي لي كبيرة بزاف شوفو كي تولي لي دايرة باس لا فالطبسي أنا هنا غيراني نمثل للكم ونوري لكم عندك تشوفو الكويرات اللي غادي نديرهم أنا غادي نديرهم صغار باش نعطيهم كي طيبو يشربو هادي كلاسوس يشربو غادي ينتفخوا الروز اللي فيه ينتفخ بوالا هاي اللي قدامكم الحبة شوفو كي دايرة تاعة الروز مشي الروز حي الحبة تاعة الدورما شوفو كي دايرة ومبعدك غادي يطيب غادي تشوفو الحجم التحي كي يولي هنا يا الباطاطراني مقصتها على هاد القسمتها على هاد الشكل متوسطة الحجم اصغرت حيش بزاف او دروك باش نرميها هي والدورما هي والسردين نرميهم في المرقا يكون ديجال حمص على طياب قليبي طيب هاي اللي الدورما التاعي نرمي هديك الحبات تاعة الدورما غير شوية مع الباطاطا وهنا هي المرقا التاعي يرخصها شوية تعمى غادي نزيد الها كاس تعمى نزيد لها كاس تعمى حامي طبعا ونخلوها تزيد تكمل طيابها فيه الحبات تاعة الدورما ما درقوش ما غسطوش قاح له هاديك لازم نزيد الكاس تعمى باش نغطي شوية الحبات تاعة الدورما تاعي ونعود نبلي على الكيكوتا ونخليها الطيب غي قد طيب الدورما مع الباطاطا لخطرش الحمص ره على طياب سيبو شوفونا يا سيبو رح يوجدت ريطابت حتى الفور رح يخرج منها دروك عليها غير نطفي عليها ونوريها لكم في الطابق تاعة التقديم الطابق تاعنا تاعة الدورما رح يوجد ان شاء الله الفيديو تعليم كان نخفيف عليكم معجبكم الى عجباتك الوصفة وعجبك الفيديو ما تنسيش اشترك في القناة لما كيش مشتركه واتفعلي الجرس باش يوصلك عجب جديد ونقولكم الى الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى اعبدوا